موسكو الرئيس سيسي يلتقي الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي موسكو رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات موسكو زلنسكي في واشنطن اليوم لتعزيز قدرات بلاده على الدفاع وموسكو تعتبر أن تزويد كييف بأسلحة أمريكية جديدة يفاقم من الأزمار السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية أكم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زاكي القائد العام للكوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصافة مدبولي على دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات في حوكمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد وصولا لاختصار زمن الإفراج الجمرقي الخاص بالسلع والمواد الخامل مستوردة من الخارج وخفض التكلفة وكذلك تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية جاء ذلك خلال اجتماع عقضه مدبولي لمتابعة موقف تطبيق المنظومة منظومة التسجيل المسبق للشحنات ووجه رئيس الوزراء بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية والمواد الغدائية في ظل الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم في هذا الصياق تناول الاجتماع ما تم الإفراج عنه مؤخرا من شحنات لسلعتي الذراء وفول الصوية وذلك بما يسهم في إتاحة الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبية وإدارة التكنولوجيا الطبية بشأن جهود تعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطني للصحة والرعاية NICE وهذه الجهود المتميزة الدولية بالمملكة المتحدة أشار تقرير هيئة الشراء الموحد إلى انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون مع المنظمة الدولية بالمملكة المتحدة وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الوصول العادل للتكنولوجيات الصحية بالدولة المصرية مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال اقتصاديات الدواء وصلت أجهزة وزارة داخلية جهودها لتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنصيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام تمكنت من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع السلع المنتهية للصلاحية جهود أمنية تتواصل لتصدي الحاسم لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية فقد أصفرت الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن عن ضبط أكثر من 54 طن أرز أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة وكفر الشيخ وبني سويف وضبط قرابة 25 طن دقيق أبيض قام المسؤولون عن عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية ومخاب السياحية بالجيزة والبحيرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء كما أصفرت الحملات الأمنية عن ضبط قرابة 189 طن ضقيق بلدي مدعم بحوزة عدد من مسؤول المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة والقليوبية قاموا بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء واستولوا بذلك على الدعم المخصص لها وضبط قرابة 137 طن مواد غذائية متنوعة فضلا عن نحو 76 ألف عبوات زي الطعام بالمنوفية والقليوبية والشرقية والجيزة والقاهرة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط 25 طن سكر تموني بحوزة مالك محل بدال تموني بضمياط ومخصص على البطاقات التمونية قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء ما يعد استلاء على أموال الدعم وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 55 طن مواد بناء قام مالك مخزن لتجارة مواد البناء بسوهاج بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط 22 طن أسميدة زراعية وأعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق بالغربية والمنوفية بهدف بيعها بالسوق السوداء وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية أصفرت الحملات الأمنية عن ضبط أكثر من 127 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية ومعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية وضبط 40 طن ملح طعام وملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة حال ترحيها للتداول بالأسواق وذلك بمصنعين لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان بالمنوفية كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 17 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالقليوبية والمنوفية وضبط قرابة 50 طن لحم ودواج ومقطعاتها ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالقليوبية وبنسويف والقاهرة والجيزة كما تمكنت من ضبط 40 طن أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة قائد سيارة بالفيوم تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 846 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 682 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 112 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 524 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط 16 طن وفي مجال البيع بأزياد من السعر لمواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت وكذلك في مجال قضايا المخابز تم ضبط 974 قضية من بينها 260 قضية خبز ناقص الوزن و214 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغشر الأعلاف والبيع بأزياد من السعر تم ضبط 18 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 188 طن يتوجه وزير الخارجية سامح شكري على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة التنزانية للمشاركة في احتفال تتشين ملء بحيرة سد يوليوس نريري قد أوضحت وزارة الخارجية أن مشروع سد يوليوس نريري يعد من أهم المشروعات التنموية والتي يتم تنفيذها في القارة الإفريقية بتكلفة إجمالية ثلاثة مليارات دولار كما أنه يمثل تكسيدا لقدرات وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في عدد من الدول الإفريقية أقرت الجامعية العامة للأمم المتحدة إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين حتى 2024 أوضح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أسامة عبدالخالق أن إعادة انتخاب مصر يأتي بعد حصولها على تأييد المجموعة الأفريقية في نيويورك وما يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في أفريقيا بما في ذلك رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021 ممثلة للقارة فضلا عن ريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات في الاتحاد الأفريقي وقد نوه السفير عبدالخالق بالتزام مصر بمواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية على دعم الجهود الرامية لتعزيز فعالية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية في محافظة كاركوك العراقية والتي أصفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل من رجال الشرطة وثمانية أشخاص من المدنيين كما جدد مجلس الأمن الدولي دعمه الكامل لاستقلال العراق والسيادة ووحدته وسلامة أراضيه شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها وتقديمهم إلى العدالة أدان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية الببالي في محافظة ديالا الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد أكد المسؤول العراقي أن الحادثة الإرهابية لن يمر دون عقاب سريع مشددا على مؤصلة القوات المسلحة العراقية ملاحقة ومطاردة كافة العناصر الإرهابية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث اعتبر الرئيس الروسي بلاديمير بوتين اعتبر أن النزاع في أوكرانيا مأساة مشتركة لكن روسيا ليست مسؤولة عن اندلاعه كما أعلن بوتين خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش أن الأسطولة الروسية سيحصل اعتبارا من مطلع يناير على صواريخ فرط صوتية عابرة جديدة من طراز زيرقان وهو سلاح من المجموعة الجديدة التي طورتها موسكو خلال السنوات الماضية كما أضاف الرئيس الروسي أن الفرقات أميرال غورشكوف ستكون أيضا في الخدمة ومزودة بصواريخ زيرقان جديدة لا مثيل لها في العالم هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الردع النووي والتوازن النووي سيمكن موسكو من ضمان أمنها الاستراتيجية أضاف بوتين في اجتماع موسع لقيادات الجيش الروسي أضاف أن العديد من الأسلحة المتطورة والحديثة سوف يدخل في الخدمة في يناير القادم سنستمر بدعم القدرات القتالية والاستعداد القتالي للقوات النووية وهذا ضمان لسيادتنا ووحدة أراضينا وبشكل عام الردع النووي وتوازن النووي في العالم اليوم تجهيز القوات النووية قد زاد إلى 91% ويتم تزويدهم بمنظومة الفرد صوتية أبانغارد وللمرة الأولى تم تزويد القوات بمنظومة الصواريخ العابرة القارات سارمات وكل ذلك سوف يتم تنفيذه وتحقيقه وكذلك يستمر تزويد القوات بمنظومة يارس وهذه المنظومات التي ليس لها مثيل في العالم في بداية يناير من العام القادم سوف تبدأ فرقاطة الأدميرال جرشكوف بالخدمة في الوقت ذاته وعد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بمنح قواته المسلحة كل ما تطلبه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا أكد بوتين ضرورة الاستفادة من الخبرات العسكرية المقتسبة في سوريا اليوم مهمتنا هي تنفيذ الإجراءات للتطوير والتحديث للقوات بشكل شامل ومجمل أن قوات الناتو والوسائل التي تستخدم خلال العملية العسكرية الخاصة نعرفها جيدا وكل ذلك كل تلك المعلومات موجودة لديكم ولا بد من تحليلها بشكل دقيق وعميق لاستخدامها في تطوير قواتنا العسكرية ورفع المهارة القتالية لجيوشنا وكذلك الهيئات الأمنية الأخرى إن مهام وزارة الدفاع ومقر تنفيذ العملية العسكرية الخاصة هو كما قلت تحليل كل هذه المعلومات وتحضير كل ما يلزم للقوات العاملة في العملية العسكرية الخاصة وإن الخبر التي اتخذها وحصل عليها مقاتلون خلال مشاركة في المعارك في سوريا لا بد من الاستفادة منها اليوم وفق رئيس روسي فلادمير بوتين على زيادة عدد القوات المسلحة روسية إلى واحد ونصف مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية من جانبه أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن الجيش الروسي استطاع تدمير الإمكانيات العسكرية الأوكرانية رغم قيام 27 دولة بإنفاق 27 مليار دولار في إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مشيرا إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أثبتت مهنية القوات المسلحة الروسية إن الأسلحة والمعدات القتالية الروسية أثبتت جدارتها ومتنتها وهذه العملية تعطي فرصة نادرة لتحليل الأسليب الحديثة لخوض الأعمال القتالية بمشاركة أنواع وأفرع القوات المختلفة وسوف يتم استخلاص هذه العبر في الخطة المستقبلية لتضريب وتجهيز القوات أما قيادة الدولة والشعب الروسي فأثبتت وحدة الجيش والمجتمع وفي هذه السنة وزارة الدفاع تقوم بحل وتنفيذ قدايا مهمة أخرى توجه الرئيس الأوكراني فلودامير زلانسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاجتماع بالرئيس الأمريكي جو بايدن وإلقاء كلمة له أمام الكونغرس الأمريكي في مسعى للحصول على المزيد من الأسلحة تعد زيارة زلانسكي أول رحلة خارجية له منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي قال زلانسكي أن الزيارة هدفها تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية في ظل تواصل الهجمات الروسية من جاته أوضح البيت الأبيض أن رئيس جو بايدن سيعلن خلال لقائه برئيس الأوكرانية عن مساعدة كبيرة لأوكرانيا تقدر بنحو ملياري دولار أضف البيت الأبيض أن المساعدات المرتقبة ستشمل نظام باتريوس للدفاعات الجوية والمتطورة وقنابل دقيقة كما أكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تسعى للانخراط في حرب مباشرة مع روسيا مشيرة إلى التزام واشنطن بدعم أوكرانيا أمنيا واقتصاديا وإنسانيا مهما طالت العملية العسكرية الروسية ومن جانبه أكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أكد أن بلاده لا ترى مؤشرات من روسيا على خفض هجماتها على الأوكراني وقبيل وصول الرئيس الأوكراني إلى واشنطن أكد الكريملين أن أي أسلحة أمريكية جديدة لكيف ستؤدي إلى تفاقم الأزمة شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على أن فرصة السلام تكاد تكون منعدمة مع استمرار دعم الغرب لكييف وأضاف أنه لا يرى فرصة لمحادثات سلام مع أوكرانيا مع الزيارة الجارية للولايات المتحدة وأن موسكو لا تتوقع تغييرا في موقف زيلنسكي بشأن رفضه التفاوض مع رئيس فلاديمير بوتن مؤكدا أن زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن لن تجعله في وضع أفضل يستعد الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الذي يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا بمليارات الدولارات في الأثناء وفق البنك الدولي على مد حزمة تمويل الإضافية لأوكرانيا بقيمة 610 ملايين دولار يبدو أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستشهد تصاعدا جديدا مع استعداد واشنطن لتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في وقت يسعى فيه الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الذي يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها ما يقرب من 50 مليار دولار وتتضمن صواريخ باتريوت التي أثبتت قدرتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة وهي قادرة بالفعل على الحد بقوة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا ويتزامن ذلك مع زيارة لرئيس الأوكراني زرينيسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف تنوعت بين آلاف المعدات العسكرية والذخائر وأنظمة الدفاع والرصد بالإضافة إلى الطائرات المسيرة وكشفت بيانات سابقة صادرة عن البنتاجون تفاصيل تلك المساعدات موضحة أنها شاملت 1400 من نظام استينجر الدفاعي المضاد للطائرات و8500 من نظام جافلين المضاد للمركبات المدرعة و32 ألف نظام مختلف مضاد للمدرعات بالإضافة إلى مئات الطائرات المسيرة المساعدات الأمريكية تأتي بالتوازي مع موافقة البنك الدولي على مد حزمة تمويل إضافية لأوكرانيا يبلغ حجمها 610 ملايين دولار لتلبية احتياجات الإغاثة العاجلة والتعافي الحزمة ستضمن أيضاً قرضاً إضافياً قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير مدعوماً بضمان من بريطانيا ومشروعاً جديداً لاستعادة وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وبحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني فإن 11% من الشركات الأوكرانية اضطرت إلى الإغلاق منذ بدء العملية العسكرية كما فقد القطاع الاقتصادي 5 ملايين وظيفة منذ بدء العملية العسكرية وفقاً لوزارة الاقتصاد الأوكرانية خسائر كبيرة تعلنها الأطراف من الجانبين مع دخول العملية العسكرية شهرها العاشر دون توقف انخفض الروبل الروسي لأدنى مستوى له منذ أواء المايو متخطياً مستوى 70 دولار لتصل خسائره الشهرية لما يقارب 14% في ظل مخاوف من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي هبط الروبل وذلك بنسبة 2.5% أمام الدولار مسجلاً 70.60% روبل كما هبطت العملة الروسية 2.4% مسجلة 75.22% أمام اليورو كما هبطت أيضاً أمام اليوان 2.1% إلى 10.10% روبل هو قرب أدنى مستوى له في سبعة أشفر أعلنت وكالة الإحصال الأوروبية يوروستات أن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 20.1% ما بين أغسطس ونوفمبر مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة لنفس الفترة وهو ما يزيد عن هدفه البالغ 15% وفي مواجهة التخفيضات الكبيرة في شحنات الغاز الروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية وفقت دول الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة في نهاية يوليو على خفض استهلاكها من الغاز طواعية بين الأول من أغسطس عام 2022 وال31 من مارس لعام 2023 يثير انخفاض شحنات الغاز الروسي ما خاوب بشأن الإمدادات إلى أوروبا أظهرت أرقام صادرة من مكتب الإحصاءات البريطانية أن الاقتراض العام في بريطانيا قد ارتفع إلى نسب غير مسبوقة ومستويات غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر حيث بلغ أكثر من 22 مليار جنيه سرليني ما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة بلغ إجمالي الاقتراض العام للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي من إبريل إلى نوفمبر من العام الجاري 105.4 مليار جنيه سرليني وذلك بزيادة قدرها 7.6 مليار جنيه عن الفترة نفسها من عام 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع إصدار تصاريح البناء مع استمرار الرهون العقارية المرتفعة في خفض نمو سوق الإسكان الأمريكي وانخفض بناء المنازل الجديدة لأسرة واحدة والتي تمثل الحصة الأكبر من بناء المنازل بنسبة 4.1% إلى متوسط سنوي معدل موسمياً بنحو 828 ألف وحدة في الشهر الماضي مع استمرار التضخم في الولايات المتحدة ورغم طباطئه تراجعت وطيرة بناء المنازل لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف العام في نوفمبر الماضي وبالمثل تراجع إصدار تصاريح البناء مع استمرار للرهون العقارية المرتفعة في كبح سوق الإسكان وجاء التقرير القاتم من وزارة التجارة الأمريكية في أعقاب أنباء عن تراجع السقة بين المستثمرين بنات المنازل إلى مستوى قياسي للشهر الثاني عشر في ديسمبر وتحملت سوق الإسكان الوطأة الكبرى لأسرع دورة لرفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ سمانيهة من القرن العشرين في إطار مكافحة البنك للتضخم وانخفض معدل بناء منازل جديدة لأسرة واحدة والتي تمثل الحصة الأكبر من بناء المنازل بنسبة أربعة وواحد من عشر في الماء إلى متوسط سنوي معدل موسمياً وهو سمانمائة وسمان وعشرين ألف وحدة الشهر الماضي وهذا هو أدنى مستوى منذ مايو من عام 2020 عندما كان الاقتصاد يترنح بعد مرور الموجة الأولى من جائحة كورونا وزادت وطيرة البناء بالنسبة للمشروعات التي تضم خمس وحدات فأكثر أربعة وثمانية من عشر بالماء إلى خمسمائة واربعة وثمانين ألف وحدة وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي ويعزز الطلب القوي على المنازل المستأجرة بناء المساكن لعدة أسر حيث تجبر معدلات الرهن العقاري المرتفع العديد من مشتري المنازل المحتملين على البقاء كمستأجرين أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكي قد تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أضف المعهد أن مخزونات الخام قد تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين بنحو 4.5 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير وذلك بواقع 828 ألف برميل نشرة سادسة متواصلة مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها الصين وروسيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في بحر الصين الشمالية تستمر أسبوعا انطلقت التدريبات البحرية المشتركة بالذخيرة الحية بين روسيا والصين والتي تستمر أسبوعا في بحر الصين الشرقية أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف من وراء التدريبات هو تعزيز تعاون البحري بين موسكو وبكين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادي في الوقت الذي يكسف فيه الشريكان تعاونهما في منطقة غرب المحيط الهادي التي تزداد توترا انطلقت التدريبات البحرية المشتركة بالذخيرة الحية بين روسيا والصين وتستمر أسبوعا في بحر الصين الشرقي وزارة الدفاع الروسية قالت أن المناورة البحرية التي تجرى خلال الحادي والعشرين وحتى السابع والعشرين من ديسمبر الجاري ستشمل إطلاق صواريخ وقزائف مدفعية وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين مع الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادي روسيا تشارك في التدريبات بأربع سفن بما في ذلك طراد للصواريخ بينما ستشارك ست سفن من الصين إلى جانب طائرات وطائرات هيلوكوبتر من الجانبين الجزء الرئيس من التدريبات يشتمل على إطلاق صواريخ ومدفعية مشتركة ضد أهداف جوية مع إطلاق نيران مدفعية على أهداف بحرية وممارسة إجراءات مشتركة ضد الغواصات واستخدام عملي للأسلحة وخلال الشهر الماضية سعت موسكو إلى زيادة روابطها السياسية والأمنية والاقتصادية مع بكين في الوقت الذي تنظر إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ على أنه حليف رئيسي في تحالف مناهض للغرب ومنذ توقيع الجانبين اتفاق شراكة استراتيجية دون حدود قبل أيام فقط من اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرت موسكو وبكين تعاونهما العسكري المتنامي في الأشهر الأخيرة فيما وصف بأنه استعراض لاتساع وعمق الصقة المتبادلة بين الصين وروسيا استقبل وزير الخارجية الصيني وانكي نظيرة الأسترالية بيني وانك في أول زيارة لمسؤول أسترالي للصين منذ عام 2019 وفور وصولها إلى بكين وجهت بيني وجهت الشكر للحكومة الصينية على دعوتها لزيارة البلاد والتي تتزامن مع ذكرى مرور خمسين عاما على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين يذكر أن العلاقات كتوترت بين البلدين بسبب الخلاف بشأن عدد من القضايا ومن أبرز هذه القضايا نشاط الصين خارج حدودها وقرار أستراليا حظر شركة هواوي وفرض عقوبات عليها ودعواتها المستمرة للتحقيق في منشأ فيروس كورونا أقرى البرلمان البيروفي في تصويت تقديم موعد الانتخابات العامة من عام 2026 إلى إبريل 2024 في خطوة تهدف لحل الأزمة السياسية في البلاد وينهاء الاحتجاجات التي أشعلها عزل الرئيس بيدرو كاستيو وتوقيفه وقد صوت أعضاء الكونغرس بأغلبية 93 صوتا مقابل 30 لمصلحة تعديل موعد الانتخابات واندلعت الأزمة في بيرو وذلك في السابع من ديسمبر الجاري حين قرر كاستيو حل البرلمان وتولى السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية فرد عليه الكونغرس بعزله وعين نائبته دينا بلوراتي مكانه بدأ التواقم وفرق الإسعاف في بريطانيا الإضراب اليوم ليتسع بذلك الخلاف مع الحكومة بشأن رفضها لزيادة الأجور بعد إضرابات الممرضين الأخيرة يتزامن ذلك مع تهديد عمال السكك الحديدية وشرطة مراقبة الجوازات بإفساد عطلة الأعياد في ظل رفض الحكومة لقبول المطالب والمتعلقة بالأجور أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تدرس هذا نوم عن قلقه البالغ حيال موجة الإصابات غير المسبوقة بكورونا في الصين وطال بعد هاروم بكين بمعلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي دخلت للمستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع في من أخطار في البلاد أعلنت الصين أنها لم تسجل أي وفيات بفيروس كورونا بعدما غيرت بكين من طريقة احتساب الوفيات بالفيروس مشيرة إلى أن المنهج العلمي يقدم صورة مختزلة أكثر بكثير للوضع الحالي كان الأشخاص الذين يموتون جراء مرض ماء أثناء إصابتهم بالفيروس يحتسبون في إطار حصيلة وفيات كوفيد وما ساهم في تسجيل أعداد هائلة من الوفيات وقد فرضت الصين منذ عشرين عشرين قيودا صحية صارمة باسم ما يعرف بسياسة صفر كوفيد التي أتحت حماية للأكثر تعرضا للخطر الذين لا يتم تطعيمهم ولكن الحكومة قد أنهت معظم هذه الإجراءات في بداية ديسمبر وستتزيد الصخط بين السكان وانعكاسات كبيرة على الاقتصاد أعلنت الحكومة الألمانية إرسال أول دفعة من لقاحات كورونا وذلك من بايونتك إلى الصين ليتم تقديمها في البداية إلى المغتربين الألمان يعد لقاح بايونتك هو أول لقاح أجنبي لفيروس كورونا يتم تسليمه إلى الصين وتأتي الشحنة بعد أن وفاقة الصين على السماح للمواطنين الألمان لديها بالحصول على تطعيم بعد اتفاق خلال زيارة المستشار الألماني ألاف شالتس إلى بكين في الشهر الماضي تاقد تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ورشة عمل عن النقابات المهنية ونظام التسجيل الإكتروني وذلك في إطار اهتمام التنصيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني تتناول الورشة منقشت عدة محاور منها تفعيل دور النقابات المهنية في مصر والاستفادة من كوادرها العلمية وتعزيز دورها بالإضافة إلى أولوية النقابات المهنية بين تنظيم المهن والاهتمام بشؤون الأعضاء بجانب دور النقابات المهنية في التنمية الاقتصادية وإصدار قانون موحد لتنظيم النقابات المهنية وتنظيم أليات إنشاء نقابات مهنية جديدة وكانت التنصيقية، تنصيقية الشباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل مع المتخصصين من كافة الطيرات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنصيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني انعقد الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية بمقر حزب الاتحاد في إطار الحوار الوطني جاء الصالون بعنوان نحو عقد اجتماعي جديد في الجمهورية الجديدة لمناقشة محور الهوية الوطنية شارك بهذا الصالون السياسي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ورئيس حزب مصر القومية بالإضافة إلى رئيس حزب الاتحاد ورئيس حزب المصريين الاحرار وكذلك رئيس حزب مصر الديمقراطية الهوية المصرية ده أمن قومي السقافة المصرية ده أمن قومي لأن النهاردة الشعوب بتتقدم وبتزدهر بالحفاظ على هويتها الوطنية لأنها مرتبطة بوطنيتك وبلدك وانتمائك لمجتمعك وبلدك وأيضا قوة اقتصادك مرتبط بهويتك لأنه كل ما تتضافر الجهود وتتجمع لصالح الدولة تزدهر في كل شيء فتبقى رائد في الأعمال وتبقى عندك اقتصاد قوي وتحد من الأمراض وعندك كمان تحافظ على حضرتك وتاريخك نحن نرى أن الهوية الوطنية أيضا من أهميتها أن نحن نحافظ على لغتنا العربية وأن نحافظ على الأجيال الجديدة والأجيال الصعيدة والحفاظ على الأجيال الجديدة والأجيال الصعيدة يتطلب أيضا أن نحن يبقى فيه مناهج تؤسس لذلك لذلك نحن نبحث في هذا الصالون إزاي نعالج المناهج الموجودة في المدرسة الدولية وإزاي تبقى لغة العربية لغة أزاسية وإزاي طبول الصباح وتحيط العلم أساسي لغة الطلاب مثلهم مثل كلاب المدرسة الحكومية أو المدارسة الخاصة فكان لازم يبقى فيه من أحزاب المعارضة الوطنية أن تتعمل نوع من التوعية للشباب للمواطنين بعدم الانسياق مع هؤلاء أعداء الوطن ليه؟ لأن مصر بخير فكرة الصالون السياسي فكرة بتيجي اتساقا مع الدعوة للحوار الوطني والحقيقة احنا في أمس الحاجة في الفترة الحالية لفكرة الحوار من اليوم احنا شايفين الفكر المصري كل المفكرين وكل السياسيين وكل المثقفين في حالة حالة ازدهار حواري حالة عايزة أقول إرهيصات وحالة نقاش وحالة أفكار وعصف ذهني كله بيصب فيه المصلحة الوطنية لأن في الآخر لما كلنا بنجتمع حول هدف واحد هو ده اللي مطلوب في المرحلة الحالية اعتقد ان احنا في السنين اللي فاتت انا من وجهة نظري خاصة ان مصر مرت بملحمة وطنية بمعنى الكلمة عنوان الصالون السياسي عن الهوية المصرية بيستكمل سلسلة الندوات اللي احنا بدأناها بالتنمية السياسية والحقوق الإنسان وهي أهداف بنحاول من خلالها نصطف مع الدولة في هذه الملفات الشائكة والصعبة وبنكمل على جهود الدولة ببعض الأفكار وبعض الأطوحات والتوصيات اللي ممكن تكون مكملة لجهود كبيرة بتتبزل في هذه الملفات التلاتة المهمة جدا ملفنا النهارد عن الهوية المصرية هو يمكن يكون الملف الأخطاء لأن تعرضت له الهوية المصرية خلال العشر سنين الأخير الأخير كان صراع كبير جدا ومحاولة تفتيت وتشويه وتوتير للهوية والشخصية المصرية الموضوع بيبدأ من نشأ يعني أنا شايفة أن مرحلة التعليم الأساسي دي مرحلة مهمة جدا أن نحن نزرع في الأولاد الانتماء للوطن وإزاي يكونوا الهوية بتاعتهم عن طريق وسائل صحيحة لأننا دلوقتي طبعا عندي الرقمانة وعندي التحول الرقمي وعندي الحاجات دي كلها والولاد كمان الوزير التعليم عمل لهم أبحاث ودي حاجة حلوة جدا أقام حزب الشعب الجمهوري جلسة حوارا وطني لمناقشة العديد من القضايا مع المواطنين وضع حلول لعدة بلفات ودرت الجلسة حول دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية في مصر في الفترة القادمة كما تمت منقشة قضايا أخرى منها حقوق الإنسان دور المرأة المعيلة في تنمية المجتمع كما تم بحث أهمية الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الطبي الشامل عقدنا العديد من الجلسات المتعلقة بالثلاث محاور الأساسية السياسية والاقتصادي والاجتماعي إحنا كنا مهتمين في فريق العمل المتعلق بالمحور السياسي على العديد من النقاط أو الملفات كلمنا على ملف الأحزاب ودور الأحزاب في الحياة السياسية في الفترة القادمة كلمنا على موضوعات متعلقة بمباشرة الحوال السياسية وقانون مباشرة الحوال السياسية كلمنا على نقاط متعلقة بالمحليات والحقيقة عرفنا نوصل لعدد من التوصيات اللي نقدر نعرضها بشكل تفصيلي الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل عدد أكبر من المحافظات لأن دي بمثابة إصلاح للمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية محترمة للمواطن المصري تاني حاجة نسعى أن الإسراع أيضا في تفعيل قانون زرع الأعضاء ليسمح بنقل الأعضاء من الموت المتوفين حديثا خرج الحزب المخرجات وتوصيات في عدة ملفات في ملفات حقوق الإنسان وملف حقوق الإنسان خاصة بالمرأة المصرية وخاصة بالطفل وخاصة بزول الهمم وخاصة بالسجناء داخل السجون المصرية وأيضا خاصة ببعض الأفكار والمعتقدات التي موجودة في المجتمع المصري التي لا يجب أن تكون قائمة في ذل هذا العصر من أبرز توصيات لجملة العدالة الاجتماعية تفعيل وأهمية دور المرأة المعيلة والحماية المدنية للمرأة بنتكلم على من ضمن توصيات المشروعات الصغيرة والمتنية الصغر أهميتها في العدالة الاجتماعية بنتكلم على تأهيل وتدريب المعنيين الموظفين المعنيين بملف العدالة الاجتماعية الموظفين فده مهم جدا أنهم يقدروا تأهيل وتدريب لمفهوم العدلة الاجتماعية في العموم والآن تحول في نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري لأهمي أنباء الاقتصاد أخبار المالية على مال في نشرة السادسة تستعرضها لنا مرنائها بسال خير شكرا لكم مصطفى واري هام والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة وأكد معارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات وذلك اعتبارا من يناير القادم حتى نهاية شهر رمضان المبارك وخلال اجتماع لمتابعة توفر السلع أكد مدبولي على ضرورة التنصيق مع المحافظات لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشواذر والمنافذ على أن يتم مراعاة الانتشار الجوارفية في كل محافظة لسيما المناطق النائية والأكثر احتياجا كما شدد رئيس الوزراء على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشواذر هذا العام وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية والتي تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة مثل وزارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الأوضاع طبعية بالمحافظة مثلها مثل أي محافظة أخرى وأعلن المحافظ أثناء رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أن الوضع في تحسن خاصة بالعريش مشيرا إلى أن الشغل الشاغل حاليا هو السلع التمونية والمواد الغذائية كما أكد المحافظ أن محافظة شمال سيناء تعد من أكثر المحافظات استقرارا في السلع التمونية والمواد الغذائية وأعلن محافظ شمال سيناء عن إقامة معارض للسلع خلال الأسبوع القادم لكبار التجار يتبعها معارض أخرى استعدادا لرمضان لصغار التجار تفقد اللواء خلد عبد العالم محافظة القاهرة سوق العبور لمتابعة توفر احتياجات مواطن العاصمة من الأسماك والخضار والفكهة بأسعار مناسبة وخلال لقائه تجار السوق أكد محافظ القاهرة أن توجهات القيادة السياسية تشدد على ضرورة مراقبة الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وإنشاء أسواق جديدة للجملة بالقاهرة تتيح السلع بأسعار تنافسية من أسواق الجملة مباشرة مما يسهم في خفض الأسعار كما أكد محافظ القاهرة على تقديم كافة تيسيرات لتجار السوق وطلبهم بالتنسيق مع التجار التجزئة لقضاء على ظاهرة المغالا غير المبررة جميع السلع متوفرة والأسعار اللي داخل السوق الأسعار مناسبة جداً عشان كده يعني إحنا هنا يعني بنؤكد على تجار التجزئة اللي بيتعاملوا مع سوق العبور ومن خلال الأسعار المناسبة اللي إحنا بنائيها في سوق العبور أو هو اللي بيتعامل معها داخل سوق الجملة إن هو تكون الأسعار خارج السوق مناسبة وفي متناول المواطن العرض والطلب السلعة الكويسة هي اللي يمكن بتستمر والسلعة الرضيئة بتضطرد من السوق والأسعار حسب العرض والطلب نيجي للفاكهة بالتحديد الفاكهة متوفرة والحمد لله مفيش حد بيشتكي برطوان بلدي وسكري وبصرة من 3 جنيه ل5 جنيه يعني متوفر جداً ما عندناش مشكلة يمكن الحمد لله من فاكهة وفي عامل جوية جات السنة دي جميلة بخصوص الفاكهة كلها والحمد لله يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى هل عندنا في متوفر الأيام دي البولتي والبوري والمكارونا والجنباري والصبيت يعني أغلب الأسماكة متوفرة اللي منذ القسردين بكاسرة الأيام دي مستقرة بالزبط كده والأسماك فيها ميزة حلوة كبروتين حياني هذاك عندك كل الأسعار يعني عندك البولتي بسعر قليل فيك جنباري يعني اللي عايزة بيشتري اللي عايزة بيشتري في كل حجم توجود يعني متوازن افتتح محافظ البحر الأحمر عمرة حنفي بمدينة الغردقة حلقة السمك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد فيها وتمت عمليات التجديد على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية كما افتتح المحافظ أعمال تطوير طريق مطار الغردقة والتي تمت على أعلى مستوى وفي وقت قياسي لتظهر المدينة في أبهى صورها خاصة وأن المواطنين وضيوف المحافظة من السائحين يستخدمون هذا الطريق يوميا وكانت توجهات القيادة السياسية تؤكدوا على ضرورة رفع كفاءته ليعطي انطباعا جيدا يبرز جمال المدينة ويحسن من الصورة الدينية شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية تدولات ضعيفة حيث قللت المخاوف من الركود إقبال المستثمرين على المخاطرة إلا أن الخسائر كانت محدودة بفضل ارتفاع أسعار النفط وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا بنسبة ثلاثة من عشرة بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة جلسات وأغلق المؤشر السعودية مستقرا دون تغير يذكر وارتفع مؤشر الأسهم القطرية بنسبة ثلاثة من عشرة بالمئة إلى أسواق البيترول العالمية حيث لم تتغير أسعار النفط كثيرا اتقى صحب أكبر من المتوقع من مغزونات الخامة الأمريكية على المخاوف إذا ارتفع حالات الإصابة بكورونا في الصين أكبر مستورد للنفط وارتفعت العقود الأجلة لخام برينتا بنسبة واحد من عشرة بالمئة إلى ثمانين دولارا فاصل ستة من مئة للبرميل بينما ارتفع خم غرب تاكسس الوسيطة الأمريكية بنسبة واحد من عشرة بالمئة إلى ستة وسبعين فاصل سبعة وعشرين دولارا كما ارتفعت أسعار المزوط عالميا بنسبة ثلاثة فاصل تسعة وخمسين من مئة بالمئة لتصل إلى ثلاثة فاصل تسعة وخمسين دولارات للترة وفيها المقابل صعدت أسعار الغازي الطبعية بنسبة اثنين فاصل ستة واربعين من مئة بالمئة لتسجل 5.44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ذكرت صحيفة كوميرسانتا الروسية أن صادرات النفط الروسية تراجعت 11% في الفترة من الأول وحتى يوم 20 ديسمبر الجهري مقارنة بالشهر السابق بعد أن دخل حضر فرضه لتحد الأوروبية على النفط الروسية حيز التنفيذ وأضفت الصحيفة أن صادرات روسيا إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة بما يشمل الشحنات عبر خطوط الأنابيب والمنقولة بحرا بلغت في المجمل 560 ألف طن يوميا خلال الفترة المذكورة انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة عليكم مرة أخرى مصطفى ورهام شكرا ميرنا شهدت معابد الكرنك اليوم ظاهرة تعامل الشمس على محور معابد الكرنك والتي تحدث يوم 21 من ديسمبر من كل عام قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري إن أكثر من ألف سائح مصري وأجنبية شهدوا هذه الظاهرة وحرصوا على التواجد أمام معابد الكرنك بالأقصر منذ الصباح الباكر لمشاهدة تعامل الشمس على محور المعابد وذلك في تمام السادسة و 31 دقيقة صباحا بدءا من البوابة الشرقية مرورا بقدس الأقداس وكافة محور المعبد حتى البوابة الرئيسية ده بيؤكد على أهمية هذا الاحتفال بأنه هو مستمر حتى الآن وظاهرة بتزداد جذبا للسياح والسائحين من مختلف عنها العالم والمصريين أيضا السياحة الداخلية أنهما بيجوا يشوفوا دقة حسابات المصري القديم خصوصا في المعابد المصري القديمة بأن كل جزء من المعابد المصرية موجود في مكانه لغرض ليس موجود لمجرد بناء له حسابات وله غرض فلكي وغرض ديني وغرض أثري أيضا شهد معبد الكرنك النهاردة خاصة معبد آمون شروق قرص الشمس على الأكس على المحور الرئيسي للمعبد حيث شهيد المعبد من الشرق للغرب بعناية فائقة تدل على قدرة المصر القديم على تطويع الفلك لخدمة العمارة المصرية القديمة أو الهندسة المقدسة ومع ظهور قرص الشمس بدأت تتسلل أشعة الشمس إلى قدس الأقداس الذي كان يحتوي على التمثال آمون التمثال المقدس لآمون وهذه الظهرة هي واحدة من عدد من الظهر الفلكية الموجودة في الكرنك من قدس الأقداس ومعبد الكرنك مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري لم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوية الرئيس السيسي يلتقي الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات زيلناسكي في واشنطن اليوم لتعزيز قدرات بلاده على الدفاع وموسكو تعتبر أن تزويد كييف بأسلحة أمريكية جديدة يفاقم الأزمة وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة ودومتم في أمان الله إلى نقاقة